انطلقت فعليات التدريب الجوي المشارك المصري الفرنسي أمون 22 والذي يستمر لعدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية بمشاركة عدد من الطائرات المتطورة مختلفة الترازات ويتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية والتي تتناول التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة بغرض توحيد المفاهيم القتالية الجوية بين البلدين فضلا عن التدريب على مختلف أساليب القتال الجوية بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والفرنسية وصولا لأعلى معدلات الاستعداد القتالية ويهدف التدريب أمون 22 لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العناصر المشاركة في تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة وتعظيم الخبرات المتبادلة بما ينعكس على قدرة القوات الجوية لكل البلدين